من تكفير الصحابة، اتهام عائشة بالزنا، القول بتحريف القرآن، القول بما يعلمون الغيب، يحيون، يميتون، يتصرفون في الكون أرباب من دون الله تبارك وتعالى فالذي يعتقد هذه العقاد لا شك أنه كافر لكن أنا اللي عندي أن عامة الشيعة، الناس العادين لا يعتقدون هذه العقاد لم تكت تمضي ساعات قليلة على كلام الدعية والشيخ الكويتي عثمان الخميس هذا حتى انبرى تلسن شيعية وغير شيعية لمهاجمة الشيخ واتهامه بإثارة عرات طائفية جراننا الشيعة، ربعنا الشيعة، بالمدرسة الشيعة، بالنادي كانوا معنا الشيعة والله ما عندنا هي مشكلة من طلع الخميني؟ من طلع الخميني قام يحطون يا قائم المحمد، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، ولا قبل ما عندهم شيء ورغم تركيز الخميس في كلامه على أتباع الخمينية من أنصار تيارات الشيعية السياسية إلا أن حملة الهجوم لم تتوقف، وفيما يلري جولة سريعة على أبرز إنجازات الشيعية السياسية على سبيل المراجعة لعل شيخ قد ظلمهم أو افتر عليهم ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره هو مشروع الدولة الإسلامية وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخمين تشترك الدول التي تهيمن عليها الشيعية السياسية بعدة سمات أولها وأبرزها هو انعدام وجود الدول أي إن السيطرة تكون لميليشيات خارجة عن القانون تؤسسها الشيعية السياسية نفسها تقتل وتعتقل وتهجر وتتاجر بالمخدرات وتنشر الإفقار والجهل والخرافات في بلاد غالبية سكانها مسلمون وتجعل الشعوب التي تسيطر عليها أضحوكة للعالم كله عبر مشاهد اللطم والتطبير ومراسم التشبيه وحتى إن خرج من كان شيعيا محسوبا عليهم وانتقد جرائمهم وممارساتهم فسيكون مصيره القتل أو التضيق ثم تقوم الشيعية السياسية بمحو حدود الدول التي تهيمن عليها وتنطلق لإنقاذ مجرم طائفي أقلوي من طينتهم فيقتلون ويهجرون ويعملون على جعل البلاد التي دخلوها نسخة من دولهم التي أفنوها فيقودون عبر خبرتهم عمليات تصنيع وتهريب المخدرات بالتحالف مع صديقهم وينشرون الموت والدمار والتغيير الديمغرافي وضحاياهم في الغالب الأعم من المسلمين لا يكتفي قادة الشيعية السياسية بما لديهم وهم المسيطرون الآن على أربع دول فعيونهم دائما على أهداف أخرى لنشر مبادئهم ومعتقداتهم طمعا بنفوذ أكبر انسجاما مع رؤية قائد منه السابق الخميني والحالي خميناء بتصدير الثورة سيدي أبنى الحسيني ورؤاها للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد التي تسيطر عليها ويضاف إلى ذلك الأمور العقائدية التي تحدث عنها الشيخ الخميس يجد المرء نفسه على الأقل أمام دين جديد غير دين الإسلام ورغم لهجة السماحة التي أبداها الشيخ تجاه الشيعة العاديين إلا أن المنتقدين لكلامه مصرون على اتهامه بتبني خطاب طائفي وهم أنفسهم ويال الصدفة يضعون رؤوسهم في الرمال عندما ترتكب الشيعية السياسية جرائمها هذا إن لم يعلنوا دعمهم للقتلة المجرمين تحت ستار الوحدة الوطنية وشعارات المقاومة والممانعة لا بل يتهمون الضحايا بأنهم قتلوا لأنهم طائفيون